هذا وتتوجه 34 دائرة انتخابية نيابية لجولة الإعادة في مختلف محافظات المملكة يوم السبت المقبل كما تتوجه 23 دائرة انتخابية للمجالس البلدية لجولة الإعادة في محافظات المحرق الشمالية والجنوبية وقد حسمت 6 دوائر من الجولة الأولى للانتخابات النيابية بعد ان حصل المرشحون على نسبة الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة بينما تمكن 7 مترشحين في الانتخابات البلدية من حسم النتيجة بعد ان حصلوا على نسبة الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين